على كل شبر في خارطة سلطنة عمان تضع بصمتها تصنع التغيير وتتطلع للكثير فبين التخطيط والإعداد والتنفيذ تجدها حاضرة راسمة مقاييس أهدافها بدقة المرأة العمانية شريكة البناء والتعمير شاركت في رسم مسارات الاستدامة في رؤية عمان 2040 مشكلة نقاط التقاء مع الرجل هذا ما أكدته ندوت دور المرأة العمانية في تحقيق رؤية عمان 2040 التي نظمتها جمعية المرأة العمانية بمسقط المرأة العمانية لها دور كبير في إعداد رؤية عمان 2040 حيث أن كانت نسبة حضورها تقريبا ما يقرب 35% دور المرأة في إعداد والمساهمة في تنفيذ خطط بعض الأولويات الوطنية التي حددتها رؤية عمان 2040 الندوة بمحاورها هدفت إلى رصد دور المرأة العمانية في تحقيق الرؤية على مختلف الأصعدة كالابتكار والتعليم والبحث العلمي وفي تحقيق الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية ولم تغفل أوراق عملها عن تسليط الضوء على مشاركة المرأة في صناعة القرار مستعرضة التحديات التي قد تحد من مشاركتها في تنفيذ برامج الرؤية والسبل المقترحة لمواجهتها من أجل مواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية نحن محتاجين لدعم هذه المشاركة السياسية للمرأة نحن نتكلم عن مثل مجلس الدولة أو الجهات التي فيها تعييد للمرأة أو تكريم للمرأة يكون عدد النساء المتواجدات فيها أكبر جمعيات المرأة العمانية مؤسسات تسعى إلى النهوض بالمرأة ورفع المستوى المهني والثقافي ممهدة كل الطرق التي تجعلها حاضرة في كافة الميادين التنموية جمعية المرأة دائما تركز على عمل المرأة بشكل عام في المجتمع فارتعينا أن نعمل هذه الندوة بحيث أن نركز على دور المرأة في تمكينها في رؤية 20-40 في جميع القطاعات المختلفة في السلطنة وإبراز دورها في صنع القرار والمحتوى المجتمعي الشامل جمعيات المرأة العمانية سيكون لها دور كبير إذا اتخذت هذه الخطوات في خطتها الاستراتيجية نحو الدفع بالمرأة العمانية بشكل أكبر في المشاركة في تحقيق أهداف عمان 20-40 رؤية عمان 20-40 أكدت على ضرورة تضافر الجهود من خلال إشراك واستثمار طاقات وقدرات أفراد المجتمع مشاركة المرأة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية تنطلق من دعم سام أو لاها ثقة في بناء الوطن وتحقيق أهدافه وتشريعات مصنة كفلت حقوقها في مختلف المجالات الندوة تفتح آفاق جديدة لحوار نسائي مشترك يخطط لمرحلة جديدة تتسع فيها مساهمة وجود المرأة ضمن نطاق الرؤية فاطمة بن جمع الهدابية مسقط